دكتور إذا ما تسللت هذه الطفرة إلى الأردن وصار أنه انتشار أسرع لا سمح الله هل منعوده لحظر شامل؟ الناس تسأل اليوم الناس صارت قلقة من أنه هذا الانتشار السريع اللي بنحكي عنه 70% زيادة قد يتسبب في حظر شامل في الأردن يعني خلينا ألخصها في كلمة أنه كل شيء جائز بالزائد والمقص بمعنى باعتمد على الوضع يعني قد تكون السلالة أنه ليس لها تأثير كما سبقها من سلالات إجت لأنه رافقت منذ اكتشاف اللي هو الفيروس اللي هو سبب الجائحة الكبرى قد يكون هذا الفيروس أسوة بالفيروسات الأخرى التي نتجت من خلال طفرات عديدة وأصبح ليس له تأثير وبائي أكثر من ذلك ستبين الأيام القادمة لأنه البحث الجاري قد يش بدنا أيام؟ قد يش أنا بدي عشان أقدر أطمئن أن الأمور ماشي صح أقدر أقول لأ ناقل الجنين جوز أنا بتطلع على دول كبيرة بيّن أنه بلش اكتشاف أنه فيه إصابة هون في هولندا فيه إصابة في استراليا فيه إصابة كذا يعني بدأ لهذا ما فيش حد برضو نحكي نفس الكلام محصن من هذه الجوائح لأنه هذا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وترك الانتشار واحدة وترك الإجراءات السليمة بغسل الأيدي والكمامات كله وارد لجديدة فاضلة لأنه بنفس العائلة ونفس الإجراءات فأي شيء بيعتمد يعني زي كيف هلأ إحنا عنا موجي وعما نستنى أرقامنا عمالة بتنزل ونسبنا بتنزل ومعدلات الشفاء بتزيد ومعدلات الإشغال عمالها بتكل والوضع يعني فيه انخفاض واضح ومنقول إحنا بحذر وإحنا عارفينه تقريبا عارفين الكثير عنه عن وباء فكيف بسلالة أنت لا تستطيع تقييمها في الوقت الحاضر يعني الأدلة العلمية غير مكتملة حتى الآن فكل شيء وارد في إجراءات احتراز بس أنا السؤال اليوم السؤال الناس أنا كيف بدي أعرف مين مصاب بالطفرة ومين مش مصاب بالطفرة إذا أنا ما عندي معلومات صراحة سيدي هلأ المعلومات كمان ما هو أنت فيه معلومات علمية وطبية يعني البي سي آر عماله بكتشف هلأ فيه اللي يسمون الطفرة بيقدر يصنى في الطفرة أنه هاي طفرة مختلفة هلأ نحتاج في آليات مخبرية وكانوا خبراء بالفيروسات يعني يستطيعوا اكتشاف فيما كذا وأعلن عن وزار الصحة مع الوزير حكا أنه لا وجودة حتى الآن للسلالة الجديدة يعني فيه أنت بتقدر تعمل السبطيب يعني أنا حتى شو ما حكيت فيه معلومات مخبرية قلت تكون أنا اختصاصي في الوبائيات لكن تستطيع أنك أنت تميز أنه إذا دخلت هذه السلالة أو لا هذا رقم واحد رقم اثنين لا زالت البي سي آر هي الفحص التأكيدي للمرض لأنه ليش حكيت أنا أنه التغيير طفيف في السلالة لم يؤثر على الفحص الرئيسي اللي هو بقيس العموميات لنفس العائلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر